طيب ايه تاني ملاحظاتي؟ ملاحظاتي النهاردة ان اتحاد السلة يعني اصدر بيان المسؤول عن المنتخبات هو الكابتن او الاستاذ عمر مسلحي عضو اتحاد السلة وهو المسؤول عن المنتخبات القومية فطلع بيان او الاتحاد الموسي طلع بيان على لسان اه يقول بيانه هو على لسان الكابتن عمر مسلحي المشرف عضو مجلس دارة المشرف على المنتخبات القومية بيقول في وضع المصابين ايه ليه اللعبة دي ما سفرتش هو الهدف بيقولك اللعبة دي ليه ما قيمة ما ضمتهمش فبدأ بمصطفى كيجو لعب نادي الزمالك يعاني من إجهاد عام المدير الفني روي رانا المدير الفني المنتخب اجتمع معاه واخباره انه يفضل عدم الدفع به حتى لا تتفقم إصاباته خاصة انه من ضمن حسابات الجاز الفني هو بيعتمد عليه بس مش عايزه يتصاب سيف سامير لعب النادي الاهلي اللي بيعاني من إصابة تمزق في الخلفية الفخد ميدو طاها لعب تحادي اسكندري عامل موسم حلو قوي يعاني من تمزق في السمانة عمر عزب لعب النادي الاهلي يعاني من كسر في الشازية عبدالله ناصر لعب النادي الاهلي بتمزق في منشأ العضل الأمامية واضف كمان ان اجراءات تجنيس اللعب ديواريك سبينسر لعب مصر للتأمين لم تتم بسببه لم تتم بسبب ضيق الوقت اقول لكم يعني لعيب مجنس ونشد الجهات الحكومية المساعدة في عامية التجنيس اللازمة لتدعم الفريق اسوأ بكل فرق العالم طيب انا بس عندي تساؤل كلام كل ده حقائق لا يمكن احد ان ينكرها ولكن ما توقيت هذا البيان يعني انا دلوقتي راح يلعب فانا دلوقتي ليه بقول المصابين انا خلاص يعني زي ما بيقولوا المنتخب بمن حضر احنا مصر فاللي موجود ما فيش اي مشكلة انه مسافر المصابين مهمين جدا ولعيبة كبيرة جدا ولكن توقيته ان انا يعني يعني ايه الهدف عشان ما نتسألش اللعيبة موجودة ليه تمام بس اكيد لسبب حتى يا سيدي لو رؤية فنية يعني مش هتفرق مين مع المنتخب ولا مش مين اسامة كبيرة جدا ومستر كروش ماخدهاش يعني مش بس الاصابة اللي بتخلي اللعب ما يشاركش مع المنتخب ممكن مدير فني دي رؤيته فمش محتاجة برر يعني انا شايف دي وجهة نظر المتوضع انا مش محتاجة برر اقول ان اللعبة دي رايحة او مش رايحة المنتخب مصر احنا 110 مليون منتخب مصر مسافر يلعب كل اللي موجودين حاجة واحدة كل اللي موجودين حاجة واحدة طب مهالبيان ما ذكرش عاصم مرعي ماسح عاصم مرعي ما جايش ما جايش منتخب لا اسباب تانية ما عرفهاش انا مش جوا عشان اعرف طب ليه ما تذكرش عاصم مرعي يعني انا اي 12 لعب يروح يلعبه واي 12 لعب وعلى فكرة ان شاء الله المنتخب قادر لنحق النتيجة كويسة وكل التمانيات وادواء للمنتخب بس الحقيقة انا شايف انه البيان مش توقيته خاصة ان احنا رايحين ال 12 لعب اللي رايحين ممكن الحاجة دي بقى ليها 14 لعب رايحين ممكن يكون في حتة يعني معرفش يعني انا شايف انه موجود نظري طيب الحاجة التانية ان نادي الاهلي للأسف لاعبة النادي الاهلي هي صاحبة العدد الأكبر من الإصابات ودا قدر النادي الاهلي دا قدر النادي الاهلي نادي الاهلي راح بست لعبين منهم احمد حمدي اعتذر عندك ال4 دول زائد سيف سمير زائد عمر عزب ادي 6 وعندك كمان احمد حمدي كان مفروض يجي 7 ولكن اعتذر 7 لعبين كان مفروض يكونوا في المنتخب من قوامه ده اللي توقعنا النادي الاهلي بعد التفرة اللي بيحصل دي هنلاقي لعيبه 2 و 3 أو هنلاقي بعد ما كان 2 و 3 العيبة لا النادي الأهلي هيبهوه السواد الأعظم من المنتخب فالنادي الأهلي للأسف أكبر أكثر المتضررين من الإصابات وده اللي أنا حذرت منه ما كنتش أتمناه ما كنتش أتمناه أنه يحصل حتى مع تليفون هاب أمين قلنا له خلي بالك على نفسك في المنتخب إحنا الحقيقة عندنا دلوقتي عمر عزب كسري في الأنكل صعب حتى ممكن ما يلحقش الأدوار الإقصائية عندك سيف سمير في خلفية الفقد عندك عبدالله ناصر مزق في منشأ الأمامية أو إصابات يعني محتربة اللعيبة هتاخد وقت قيلة هتاخد وقت عشان تتعالج ولكن هو ده قدر النادي الأهلي ولو الطلب المنتخب مصر بيت مرة اللعيبها هتروح لأنه هو ده النادي الأهلي وقلنا دايما أبدا مصر هي الأهم وهي الأعلى وهي المظلة يبتد معنا كلنا فإذا النادي الأهلي عنده وإذا ما حصل في كرة القدم بالزبط يبدو أن هذا قدر الأهلي يبدو أن هذا قدر النادي الأهلي وهو يعني بيقوم بدوره زي ما قلت لك بيقوم بدوره المرسوم لنادي الأهلي منذ عشرة السنوات أنه هو الدائم الأكتر للرياضة المصرية وأكبر مؤسسة وقفة في ظهر المنتخبات المصرية أو العناصر المصرية أنت عندك تلاتة مصابين دلوقتي تلاتة من قوام النادي الأهلي اللي بيلعب به مصابين وربنا يشطر على الأربع اللي هناك هنلعب تلات مطشات جمدين يا رب يرجعوا بالسلام فإذا النادي الأهلي فقط تلات لعبين وهو وكننا قبل كده مروان سرحي ما بيلعبش العيب بيخش خرج أصاده تلات لعبين نتمنى لهم الشفاء طبعا ونتمنى لمنتخب مصر الفوز إحنا إذا كنا بنقول الكلام ده بنقوله من باب الغير على منتخب مصر وإحنا كلنا ثقة من منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله قادر على الفوز مباراة السنغال أول مباراة مهمة جدا 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 لازم نكسب المطشين حتى لو لا قدر الله مطش السنغال لا منوفق المطشين تانية لازم نكسب لازم نكسب كتف بكتف إنما ما منبعدش من أول ويندو وكمان اللاعب المجنس أنا معلش عايز أوضح حاجة الاتحاد الدولي سمح لكل منتخب في العالم إنه يجنس لعب يلعب به الحقيقة لا ما عنديش فكرة الأولاء المطلوبة أي ولكن يعني الموضوع ده جديد على مصر إحنا عمرنا يعني ما شفنا تجنيس ما حصلش في لعبة تانية إنه حصل تجنيس حتى لو قوانين الاتحاد الدولي بتسمح أنا ما شفتهاش أنا يعني في الرياضة بقى لي 35 سنة ما شفتش لعب مجنس في أي لعب أنا شفت العكس لعبة مصرين بتوع بره تلعب إنما ما شفتش العكس ما شفتش إن مصر بلد 110 مليون ولكن ده بند في الاتحاد الدولي واستفدت بكل المنتخبات أكيد الاتحاد السلة يعني كان مفروض يبتدي بدري شوية لو هو عايز حاجة زي كده يبتدي بدري أولا المدير فن اتأخر شوية جي متأخر بعد كده جي قرار لعيب المجنس متأخر كنا محتاجين ده بدري شوية من شهر كانت الدنيا تبقى أحسن كتير وكنا ممكن نروح بحالة أحسن ولكن كل التوفيق لمنتخب مصر بإذن الله